بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقآن الحكيم إنك لمن الرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم إنذر قوبا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سسدا ومن خلقهم سسدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل الأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعسزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بالشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتبوا ولنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلي ترجعون فأتخذ من ردونه آلهة لي يردني الرحمن بذل لي لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني إن دخل الجلل لتقال يا ليت قوم يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قطله من بعده من دمد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بني يستهزئون فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لددنا معورون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حفبا فبير يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمده وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل ذا بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه المدار فإذا هم مطلمون والشمس تدهي لمستخفر لما ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناشد حتى أعادك الأرجو للخدير للشمس ينفغي لها أن تدرك القمر ومن الليل سابق لنا وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا حفبنا ذريتهم في الكلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذرهم فلا صريخ له ولا ينقضون إلا رحمتهم لنا ومتارا إلى حين وإذا خيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذرين وإذا خيل لهم أنفقوا مما رزقت الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم بل لو يشاء الله أكعمه إن أنتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة لا تأخذه وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا لا أهم يغتعون ونفخ في الصون فإلا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت لنا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجلة اليوم في شغل فاركهون هم وأسواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلاما خونا من رب الرحيم وانتهت اليوم أيها المجرمون ألا أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراح مستقيم ولقد أقل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون فاليوم نختم على أفواجهم وتقللنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو لم شاء نطرسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو لم شاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه السعر وما ينبغي لهنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعحى القول على الكاترين أم لم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أدعابا فقرها مالكون وذللناها لهم فمنها وكربهم ومنها يأكلون ولو لم فيها منافع ومسار وفلا يسترون واتخذوا من بدون الله يالهة لهم يمصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهد محضرون فلا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسسون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فيراه وخصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه خالبا يحيي العظام وهي ربين قل احيي خلق الذي أنشأها أول مرة وهو بك لخلق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا آتم منه توقفون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخاطر ولا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إما ما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن وفيكون فسبحانا الذي بيديه ملكوت كل شيء والله ترجعون